السلام عليكم النهادة ان شاء الله جايب لكم اربع قنوات اتمنى ان انتوا تشتركوا فيهم والقناة الرابعة تحديدا هتكون مفاجئة القناة الاولى وهي قناة لشخص كان بياخد معايا كورس قبل كده فهو عنده قدرة ان هو يعرف يحلل الشخصيات كويس قوي والشخص ده الوجه بتاعه تحديدا الوجه البيضاوي يعني شخص مارن جدا منفتح جدا الحدث عنده قوي جدا القناة دي بتتكلم عن الرياضة وعن التحديات تحديدا هو بيحب يعمل تحديات في الفيديوهات بتاعته صورة القناة زي ما انتوا شايفينها اهي والرابط بتاع القناة هحطه في الديسكريبشن وهحطه اللي هو صندوق الوصف يعني وان شاء الله هتلاقوه موجود في اول تعليق واسم صح بالقناة كريم العربي القناة التانية ودي قناة من الحاجات المهمة بصراحة اللي انا ابتديت مؤخرا اهتم بهذا المحتوى والقناة دي بتاعت شخص اسمه معتز معتز اخد كورس قبل كده برضو في الفراسة وهو عنده قدرة على تحليل الشخصيات والقناة بتاعته اصلا في تفسير الاحلام ازاي تعرف الحلم اللي انت شفت رؤية حق ولا حديث نفس الرؤية في المنام بتنقسم لثلاث اقسام اول نوع هو حديث النفس وده المذكور في خصة سيدني وصف لما الملك سأل الملأ عن تأويل رؤياه وربنا قال على لسانهم قالوا اضغاثوا احلامي وما نحن بتأويل الاحلام بعالمين انا زمان كنت ساعات كتير باحلم حلم ممكن يتكرر معايا في احلام تحديدا كنت باحلمها يعني اي حد فينا لما بيجي احلم حلم بيصحى من النوم بيبقى فاكر منه تفاصيل بسيطة وفي حالات كتيرة جدا بتنسى الحلم اصلا بس انت بتبقى فاكر ان انت حلمت حلم كويس او حلم سيء لكن مش فاكر تفاصيله لكن في بعض الاحلام بتلاقي نفسك فاكرها بالتفصيل لفترات طويلة انا اكتشفت ان النوعية دي من الاحلام بتصنف في بعض الاحيان رؤيا والرؤيا دي بتكون رسالة من ربنا سبحانه وتعالى علشان كده بتفضل ان انت فاكرها لغاية ما الحلم دي يتفسر او لغاية ما الهدف من الرسالة دي خلاص عدة فبالتالي الحلم كده او الرسالة خلاص ملهاش لازمة فبالتالي بتلاقي نفسك هنا بتديت ان انت تنسى الحلم فأنا دايما لما بحلم أحلام من النوعية دي بحاول إن أنا أتصل بأي حد من مفسرين الأحلام اللي أنا أعرفهم وسبحان الله في حالات كتيرة جدا ساعات الأحلام دي بتكون تحذير من شخص معين أنت بتتعامل معاه لأنه ناوي على أزيتك مثلا لدرجة إن أنا ما كنتش بابقى مقتنع قوي في حاجات زي كده الغات ما بقيت إن أنا أشوف ده بعيني معتز صاحب القناة دي شاطر جدا في تفسير الأحلام وعلى فكرة هو الإطار بتاع وجهه خليد من كذا حاجة لكن من ضمنهم الوجه المخروطي وإحنا عارفين إن الوجه المخروطي طيب آه وكل حاجة لكن الفكرة الأساسية اللي فيه إن الإبداع والزكاء عنده عالي جدا عشان كده أتمنى إن أنتوا تشتركوا في القناة دي وهتلاقوا برضو الرابط بتاعها موجود في أول تعليق وفي صندوق الوصف القناة الثالثة القناة الثالثة وهي قناة حدوتة عربية صاحبة هذه القناة هي واحدة سورية أنا بصراحة من الناس اللي بيحب الأكل السوري جدا يمكن أي حد أخذ معايا الكورس المسجل عارف صاحبة القناة دي أنا مش هقول اسمها طبعا لإن هي مادام وهي مسمية قناة حدوت عربية مش بإسمها بس أي حد تفرج على الكورس المسجل هيقدر يربط بين الصوتين هي كانت في الكورس دايما بتسأل أسئلة كتير جدا فبالتالي هي شخصية استفسارية فتخيل لما يكون شخص استفساري بيحب دايما يستفسر عن أي معلومات عن أي حاجة عايز يعرفها فتخيل كده إن الشخص ده بيهتم بالأكل بالطبيخ تحديدا هي فعلا هي قناة دي مخصصة للطبخ وهي بتعمل أكلات جميلة جدا بصراحة فأي حد مهتم بالطبخ أو الأكلات أنتوا عارفين في الأيام اللي إحنا فيها دي فكرة إن انت تاكل من برا للأسف دي كارسة والله كارسة بكل المقاييس لدرجة إن أي طفل بيجيله أي مرض ممكن يكون قاو شوية دايما بتلاقي إن الدكاترة بينصحوا إن بلاش الطفل ده يأكل أي حاجة من برا إطلاقا عشان كده لما يكون عندنا القنوات أو أماكن نقدر نعرف منها طرق الطبخ فبالتالي أقدر أعمل أكل في البيت الأكل ده زي برا بالزبط ولكن صحي أكتر أكيد دي حاجة مهمة وتهمنا كلنا فأرجو من الناس المهتمة بحاجة زي كده إن هي تشترك في القناة دي وبرضو هتلاقي الرابط في أول تعليق وهتلاقيه برضو في صندوق الوصف آخر قناة بقى ودي اللي أنا قلت لكم عليها مفاجأة القناة دي لبنت اسمها أروة وأروة درس علم فراسة وهي كانت درسته معي أنا تحديدا من فترة كبيرة أروة شطرة جدا بسم الله ما شاء الله عليها واحدة بصراحة طيبة جدا 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 ويمكن هي أصلا طلبت إن هي تدرس فراسة له علم تحليل الشخصية من إطار الوجه علشان تعرف تتعامل مع الناس لإن هي تظلمت كتير جدا في حياتها بصراحة والقناة بتاعتها ظهرة قدامك وهي وهي ما بتبخلش على أي حد بأي معلومة وعلى فكرة هي عاملة خدمة تحليل الشخصية وتحليل الشخصية عندها سعره كويس جدا ومناسب وأروة هتلاقيها ما بتبخلش بالمعلومات خالص على أي حد فأي فيديو أنتو عايزينه عن الفراسة أو عن أي ملمح في الوش أو الحاجة زي كده اطلبوا منها في التعليقات بعد ما تشتركوا في القناة بتاعتها طبعا وده رجاء طبعا مش طلب إن شاء الله هتعملكوا كل اللي أنتو عايزينه وبس في نهاية الفيديو أرجو أن أنتو تشتركوا في هذه القنوات الجميلة ونحاول ندعم بعض على قد ما نقدر وبس السلام عليكم على فكرة احنا ننسينا نصلى على النبي الله صلى الله وسلم على سيدنا محمد السلام